بالمناسبة أنا عشان بس عايز أقول لكم حاجة المشهد أو الجزء اللي لفت نظر الكل والكل يعلق عليه إنسانيا ألا وهو الرئيس وهو يقف أمام طفل ابن الشهيد والطفلة المشهد واضح بما لا يدع أي مجال الشك أنها عاطفة حقيقية كاملة من أب أو جد لو صح الكلام يمكن أكتر وهو يحتضن الولد وأنتم هتشوفه دلوقتي أرجوك وبصوا عليها كويس نظر التعييم رئيس الجمهورية لهذا الولد النطيف وهذه الفتاة الصغيرة الجميلة واحتضانوا ليهم وحضن مش حضن بروتوكولي القبلة على الراس لم تكن الشكل البرتوكولي ده حضن واحد يحضن أحفاده حاسس بيهم وحاسس أن أبوهم مش موجود يبص شل الكمامة ويحضن البنوتة ويبص هفض البصص لها وبعدين يخدها في حضنه تاني أنا يعني مش شايف قوي بس أنا أعتقد أنه امتلأت أعين الرئيس بالدموع وأنا أكاد أقسم أنه ده بجد لا مش أكيد هو أنا أقسم أنه ده بجد أنا يمكن أسعدني الحظ مدعي مرات أن أنا شفت الرئيس وأنا أستوعب وأعتقد وأؤكد وهنا الاعتقاد ليس للشك ولكن الاعتقاد يأتي من كلمة عقيدة وهو الاقتراب من اليقين إن لم يكن يقينا الرجل فعلا إنسان إلى أبعد الحدود إنسان بكل ما في الكلمة من معنى وإحساس وعاطفة وشعور هذا الرجل يحتضن الطفلين دول من قلبه محبة وحب جارف حقيقي وعميق يحمل تقدير حقيقي لفكرة أنه دول ولا شهيد إحساس بالحب حقيقي ناحية طفلين لما بنشوف إنه الرئيس يقدر قيمة المرأة ويمكن وما إلى ذلك هتجد ذلك بالتأكيد بالتأكيد إنه ده جزء من تركبته كأب أو كأخ وكجد فاحتضامه للبنوتة الزغنطة دي ده حضن حقيقي من القلب من القلب الله يدي لك الصحة الرئيس